بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد هناخد درس استكشاف الكسور العشرية ودرس الاجزاء منها اول حدا الكسور العشرية او الاجزاء من عشرة ركز معايا كده الكسور العشرية دي كل الله عشان اكونها بتكون الحاجتين يعني عدد صحيح او بتكون من عدد صحيح هو كسر عشري ازا يركز معايا كده لو انا عندي دلوقتي واحد على عشرة زي ده حبيت اكتبه في صورة كسر عشري بكتبه ازاي انا عندي هنا في المقام كان اللي فيه عشرة خلاص بقال موضوع سهل اكتبه ازاي للعشرة دي قال له والله بكتب هنا علامة عشرية او نقطة كده تمام تمام بعد كده قال له والله بعمل هنا خانة وبعمل هنا خانة على اليمين خانة وعلى الشمال خانة انا عندي هنا مكتوب فوق كان واحد خلاص ط passe فوق واحد يبقى اكتب اللى واحد هنا ده على الشمال طب وهنا على اليمين قاله الخانة افاضية احط مكان هزير يبقى واحد عل عشرة لو جيت امطيم بقى هنا بقى في صورة كسر يعشري بقى قل واحد من عشري الي بيع دع ضارعن واحد من عشري هنا قال له والله لو انا اعاوز مسر الشاكل قدامه ده فصورة كسر اعطيادي وفي صورة كسر عشري. كسر احتيابي يعني كسر عادي اللي هو الطبيعي. بصه مقام. فانا لما يكون عندي الجزء ده كله ملون على بعضه كنت بقول لي اسمه ايه? قال لي اسمه واحد. طيب الواحد ده لو انا عايز اكتبه في صورة كسر احتيابي. كنت بقول له والله بعدي الاجزاء كلها على بعضها كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يبقى اكتب تحد في المقام كام? قال لعشرة. طيب فوق كم جزء كلهم ملونين? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشرة. عشرة جزء ملونين? اه يبقى اكتب هنا عشرة. يبقى الواحد ده هو عبارة عن عشرة على عشرة. طيب لو عاوز اكتبه بقى في صورة كسر عشري. هقول لي والله اول حاجة عندي هنا في المقام كام? قال لعشرة. يعني فها صفر واحد قال لآ. يبقى اعمل علامة عشرية. وبعد كده اعمل خان ايمين وخان اشمال. هقول لي والله عندي هنا من فوق في البسط كان على عشرة. يبقى اكتب على عشرة LS. طيب اللي بعد ده قالوا ده واحد من عشرة أو واحد علي عشر يكتبه ازاي. انا لسه ايه لك فوق اهو? ده واحد علي عشرة. عشان اكتبه في صورة كسر عشري قال له والله يبقى اكتب علامة عشري тот الى بعد كده خان ايمين وخان اشمال. هناك كتبة somebody قال له واحد. يببقى اكتبوا واحد من عليمين. ابدا كتبت من على اليمين. طب هنا ما فيش حاجة فرض يقول له حط مكان هزيره. طب العدد ده اول حاجة المقام هيكون كم? اللي عدهم كلهم? اللي هتلاها عشرة. طب كم جزء ملون? واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ست سبعة. سبعة? اه يبقى سبعة على عشرة. طب لو حبيت اكتبه في صوت كسر عشري ادي العلامة. اول حاجة بكتبها علامة عشري. هتجد بقى من الخنة يمين وخنة شماء. الخنات دي عشان تعرفك بس. ولكن هي من الشرطة تتكتب. تمام تمام. هنا مكتوب مين. قال لي سبعة. يبقى اكتب سبعة. بس بكتبها منين. قلت بكتب الأرقام من على اليمين. يبقى اكتبها كده. طب فيه خنافات يا خلاص. طب انا عندي دي سبعة من عشرة. اللي هي كده يعني. لو لقيتها هتلاها مكتبها كده. طب لما بد انتقها بانتقها ايه? بقول له سبعة من عشرة. طب ده واحد من عشرة. وهكسر. نروح للمسال اللي بعدها. لو هنا. جاب لكسر زي ده. وقال لي اكتب الكسر الاعتيابي والكسر العشري. هقول له ما فيش مشكلة. اول حاجة الكسر الاعتيابي اقول له والله اول حاجة عدي يقول كلهم هيبو كام? قال لي كلهم هيبو عشرة. اللي بقى بتحت في المقام عشرة. قال فوق هيبقى كام? قال لي عدي كام جزء اللي اول? ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة تمانية. تمانية اه يبقى تمانية على عشرة. طب لحبي تكتبه في صوت كسر عشري. قال لي والله بعمل علامة عشرية هي. بعد كده ابص. ان عندي هنا اكتب اعمل خانة يمين وخانة شمان. خلاص بقى الخانات مكتبهاز بقى. احنا تعود. اقول له والله انا عندي هنا التمانية. قال لي بابدأ الكتابة من على اليمين. طيب هنا مفيش حاجة فاضية او مفيش خانة. قال لي خلاص بحط هنا زي. يبقى ده عبارة عن تمانية من عشرة. طيب هنا العدد الكاسر بقى اخلي بالك معاي. انا عندي دهو كل ملون. انا عندي ده كل ماله ملون. تمام? ممكن الصورة مش قدها. ولكن هو على بعض كل ده مين? ملون معي. تمام? مفيش مشكلة. يعني يا مصر ده كله هيكون كام? قال له والله انا لسه قيل دلوقتي لما يكون كل ده ملون. يبقى على بعض اسمه ايه? قال لي يبقى اسمه واحد لما يكون كله ملون. طيب الجزء ده قال لي والله ده هو ملون من هنا الحد هنا بس. الشواء ده هم? خلاص ملون الشواء ده هم تيبدأ عدهم كام واحد? يلا عد معي هنا. ما عندي يبقى واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. اه يبقى ستة. يبقى ستة ده يعمر عن مين? قال لي والله يبقى ستة على عشر. وستة على مين? قال لي ستة على عشر. طيب خلاص. انا عاوز بلي يأتي اكتب ده في صورة كسر او عدد كسرية. اقول لي والله لما كنت ده واحد وهنا ستة على عشر كنت بلزاهم جمع بعض. بقول لي واحد وستة على عشر. طيب لو عاوز اكتبه في صورة عدد عشري بقاه. هقولك الموضوع سب. انا عندي هنا واحد صحيح. قال لي اه قابل واحد اهو. بعد كده حط علامة. هنا مين? القى ستة على عشر. خلاص. يبقى حط الستة هنا. بقت ستة من عشر. لبقى دي عبارة عن واحد وستة من عشر. تعلمتها ازاي? طب لو انا عندي دلوقتي اتنين ويه سبعة على عشر. عايز اكتبها في صورة عدد او كعادد عشري او كسر عشري بعمل ايه? اقول لي والله اول حاجة. بحطي بالاتنين. هنا ما فيش حاجة اللي بحط علامة. هنا ما طوب فوق كان. قال لي سبعة. هيبقى في الجنبية هنا سبعة. فعملتها ازاي? نروح للمسال اللي بعده. هنا بقول لبقى اكتب الكسر الاهتياجي والكسر العشري الذي يعبر عن جزء المزلل في النمازج التالي. ماشي. نبدأ سيدي من على اليمين. هقول له انا عندي هنا كم جزء كلهم? قال لي في المقام كله هيكون عشرة. طب كم جزء مزلل عد? واحد اثنين ثلاثة. اربعة خمسة ستة سبعة او سبعة يبقى سبعة على عشرة. طب العادة اكتبها بصورة كسر عشري هقول له ايه? اول حاجة حط علامة. هنا مكتوب فوق كلام قال لي سبعة. رقم اللي فوق اكتبه على اليمين. طب هنا ما فيش حاجة قال لي خلاص احط العلم هنا. احط زيره هنا. طب اللي حالتانية. عايزة عدد بكلهم كلام قال لي والله في المقام هيكون عشرة. طب كم جزء ملون? اده واحد اثنين يبقى اثنين على عشرة. طب عادة اكتبها بصورة كسر عشري او اللي احط علامة بعد كدة عندي هنا مين الاثنين يبقى ابتق بالاتنين دي من على اليمين وهبتق هنا صيفر على الشماء. طب اللي بعده نفس النظام اقول لهم كم اللي هو اللي يبقى ابتق في المقام عشرة طب كم جزء ملون اعد واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى اربعة العشرة. طب عزة اكتبها في صوت عدد عشري او كسر عشري اقول لي الله قبل علامة. بعد كدة هنا فوق اربعة يبقى ابتق بالاربعة علمين وبعد كده هنا زيلة. هزونا الموضوع اتحفظ. نروح للمسال اللي بعد. هنا بقول لك بقى ظلل النمازج او النموذج لتمثل الكاس العشر المعتق. هنا بقول لك تلاتة من عشرة. تلاتة من عشرة يعني تلاتة اجزاء متلونين من العشرة. يعني معناها ان هنا هلون تلاتة. خلاص لون لتلاتة بقى كده. ابقى عنده اقول له مثلا ده ادي واحد اتنين تلاتة. ابقى انا كده لونت له تلاتة. طيب هنا بقول لك تمانية من عشرة. تمانية من عشرة. يعني انا هلون تمانية. خلاص يبقى واحد اتنين لحد هنا. يبقى انا كده لونت له مين التمانية. طيب هنا بقول لك بقى ايه? خمسة من عشرة. خلاص يعني معناها هلون خمس اجزاء من عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص يبقى الحد هنا كده. يبقى انا كده لونت له مين? الخمس اجزاء. يبقى انا كده لونت له مين? الخمس اجزاء. نروح للمسال اللي رأى ده هنا بقول لك بقى افتر الكسر الاهتيابي والكسر العشري الذي يعبر عن النمازج او على الاجزاء المزللة في كل من النمازج ماشي اول حاج انا عندي ده اشوف كم جزء ملون او كلهم كامل اول اد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة يبقى كلهم على بعد كام قال لعشرة خلاص يبقى يكون عندي ده حتى في المقام عشر كام واحد في الباص قال لعشف كام واحد مزلل يبقى سبعة عشرة سبعة عشرة يبقى سبعة عشر سبعة عشرة او عايز احطيه على خط العداد اقول لي اولاها بص وبعد كده قال له ده حبارة عن واحد عشرة تبدأ glue تبدأ تلاتة عشرة وهكذا ده أربعة عشرة خمسة عشر سبعة عشرة هو سبعة علعشرة يبقى ده حبارة عمين يبقى ده حبارة عن السبعة عالى عشرة طب لو حبيبت بقى اكتبها في صوت كاسر عشري قال للموضحسة اقول لي والله ادس العلامة بعد كده السبعة دي فوق اكتبها على المين طب هنا فيش حاجة اكتب زير اللي بعده قال لي كلهم كم جزء ملونين قال لي والله عشرة طب كم جزء او كم كلهم كم جزء في الاول قال لي عشرة طب كم جزء ملونين قال لي برضو عشرة بقت عشرة على عشرة عشرة على عشرة اللي هي مين وانت واحد لما يكون البس تعد المقام يبدأ معناه واحد تمام قال لي تمام بعد كده يا مسترى طب انا عايز الواحد ده قال لي والله خلاص يبقى اعلم عليه هنا فامتك كده طب لو عاوز اكتبها في صوت كاسر عشري قال للموضحسة اقول له ادي العلامة هنا مكتوب كم قال لعشرة قلت بقتب الارقام من العلمين بس احد يشقول لها اكتب العشرة كده اقول لي لا انا لازم يكون هنا جزء واحد بس منه لاننا عندي هنا علامة واحد او عندي هنا زير واحد اذا يكون عندي صفر واحد هنا اه يبقى اكتب هنا رقم واحد بس اللي هو مين قال لي ادى من العلمين ادي هنا الصفر طب الواحد ده قال لي خلاص يبقى اكتبه على الشمال يبقى لما انا همطق ده همطقه مين همطقه واحد نروح للمسائل اللي بعد هنا بقول لك ده بعد كده القصول العشرية والاجزاء من ماء ركز معي انا عندي دومة كلهم كان مربع قال لي والله ده كلهم مية مربع تمام تمام يعني لما حد بقى اكتب دولة كلهم على بعض في صوت كسر احتياري قال لي اول حاجة هما كان جزء قلنا مية يبقى دي تحت في المقام مية طب كم جزء ملون قال لي برضو مية هما نفس المية ملونين خلاص يبقى بقت مية مية على مية البسطة قد المقام يبقى ده عبارة عن واحد صحيح تمام 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 طب انا دلوقتي اعاوز بها اكتبه في صوت كسر عشر قال لي الموضوع سهل انا عندي هنا بقى دلوقتي كم خانة او عندي كم زيرو قال لي صفرين خلاص يبقى اعمل هنا خانتين احط العلامة فادي كده اعمل هنا خانة وهنا كمان خانة تمام انا عندي هنا مكتوب كم فوق قال لي مية قلت بكتب الاعداد من على اليمين صح ولا لا تمام هكتب هنا الصفرين اهو طب تفضل الواحد قال لي الواحد ده احطه هنا على الشمال طب اللي بعده اكتز معاي انا عندي دلقلهم على بعد كان جزء انه مية لو عديتهم على اهم مية طب كان جزء مزلل قال لي واحد واحد بس اه يبقى خلاص يبقى ده واحد على مية طب لو حبيت اكتبه في صوت كسر عشري يقول له اول حاجة والله عده العلامة بعد كده انا عندي هنا كم صفر قال لي صفر ايه اللي بحط على متين او خانتين انا لكتوب كم قال لي واحد انتبقى التكبة من على اليمين الواحد ده واحطه هنا طب انا عندي هنا اللي فيه خانة فاضية احط فان زير وزوت هنا زير بقى انا عندي هنا قولت بقى ببعد كده هعمل ثلاث خانة اثنين على اليمين واحدة على الشمال وفي النصهم اهم العلام طب هنا انا عندي كان جزء اول حاجة انا عايز اتبر صوت كسر عشري انا عندي المقام كام اونامي بحط المقام تحت منه بعد كده اشوف كم جزء مزلل انا عندي جزء يبقى الصف ده كله على بعضه اللي بعشرة ده كله على بعضه بعشرة وده كمان بعشرة بكده عشرين وعشرة كمان يبقى تلاتين وازود ابدأ عد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمسة كمان خمسة زي التلاتين اللي يبقى خمسة وتلاتين تبدو الوقت دي انا عاوز اكتبها فصول تكسر عشر اذا قال الموضوع سهل قابل علامة بعد كده اعمل خانتين على اليمين وخانة على الشمال انا عندي هنا مرتوب كان فوق اللي خمسة وتلاتين يبقى اكتب الخمسة وتلاتين قلت من على اليمين تب فيه خانة فاضي يقال لحط زيره لما بقى امتع ده بقى امتع ايه اللي خمسة وتلاتين من مية تب ده يبقى ده واحد من مية نروح للمسال اللي بعده هنا بقول لي اكتب الكسر الاهتياجي والكسر العشر الذي يعبر بعد مزلل في النحي المازج التالي ماشى اول حاجة سيد انا عندي الجزء اللي فيه باهو او الجزء هنا الي علي الشمال هنا كلهم على بعدي كم؟ قلنا تحت فالمقام هيكون ما ايه تب كم جزء مزلل satisf علت له انا قلت الصف كله على بعضه بعشرة ده بعشرة يبقى دا كمان بعشرة عشريين ده كمان بايكد تلاتين ده كمان اربينate و ابده عدة واحد اثنين تلات اربعة خمسة ستة اه يبقى بقى ستة وخمسين ستة بین ستة وخمسين. ستة وخمسين على مية. طب لو حابت اكتبها في صور تكسر عشري. هقول له احط العلام. هنا خنتين وهنا خان. هنا بكتب كم فوق قال لستة وخمسين. اهلت بالكتابة من العالمين بقى ستة وخمسين. طب فيه خانة فضي احط مكان هزين. طب هنا يلا اللي بعد انه عندي هنا مين? كلهم على بعض مية. طب كم جزء مزلل قلت الصف او العمود اللي على بعضه? بقى عشرة. بقى عشرة وعشرة وكده عشرين. وعشرة كمان تلاتين. وعشرة كمان قل يبقى اربعين. يبقى ده اربعين على مية. طب اربعين على مية لو حبيت اعملها بصوت كسر عشري اقول والله احط العلامة. هنا خنتين وهنا خان. هنا مكتب مين? فوق اربعين. يبقى بتبتحت الاربعين. اهو بقى ده الكتابة من العلمين. طب هنا في خانة فاضية. خلاص بحطها هنا. بقى عبارة عن اربعين من مية. طب اللي كده عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين. ستين. سبعين. تمانين. تسعين. الجزء الاخير اعدي بقى كل اللي فيه. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. انا عندي تسعين زيت سبعة يبقى قليل يبقى سبعة وتسعين. طب سبعة تسعين من مية او سبعة تسعين على مية عايزة اختبها في صوت كاسر عشرة. حطوا للعلام. كده اكتب هنا خنتين على اليمين وخنة على الشمال. يالله انا عندي فوق كام سبعة تسعين ببقى الكتابة من على اليمين. طب هنا فيه خانة فاضي وقاللي حط مكان هزيه. طب يلا اللي بعد انا عندي هنا مين? ابدأ عيد رض. عندي هنا في المقام كامل هكتب مية. بعد كده شوف كم جزء مزلال. قالوا والله عيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بقى تمانية على مية. خلاص طب انا عايزة اكتبها بصوت كاسر عشرة قاللي حط العلامة. قد كده خنتين على اليمين وخنة على الشمال. انا عندي هنا يا سيدي فيه كام قاللي تمانية. قلت ببدأ الكتابة من على اليمين. طب فيه خانات فاضي قاللي حط مكان هزيه. طب لما حب بانطقه قاللي بانطقه تمانية من مية. تمانية من مين? تمانية من مين. بروح للنسال اللي بعده. هنا بقى نفس النظام. عاوز اعمل الكسر اللي عندي ده. اشوفوا اول حاجة. انا عندي ده كله على بعض مزلال. يبقى كان قاللي يبقى واحد. طب ده كم جزء مزلال. انا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى بقى ستة على عشر. تمام تمان. دلوقتي انا عاوز اكتنها في صورة كسر اعتيابي. هقول له والله عشان اخطيها في صورة كسر اعتيابي. كنت بقى لفزعهم من اتنين جمبه بعض. يبقى واحد واحد ستة على عشر. طب اللي عاوز اكتنها في صورة كسر عشري. قاللي الموضوع سهل. انا عندي هنا واحد. قالله اه اه ادي ستة من ميل ستة من عشرة. طب اللي بعده. يلا انا قلت لما كنت كل مزلل يبقى كام? قاللي واحد. تبدأ كله قلت احط في في المقام عشرة. كم جزء مزلل? واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة. يبقى خمسة على عشرة. تمام كده? قاللي تمام خالص. بعد كده قاللي والله انا عايز اكتبه في صورة كسر اعتيابي زي ده. قللي والله ادي الواحد والزق جنبه الكسر ده. يبقى خمسة على العشرة. طب دلوقتي لو انا عايز اكتبه في صورة كسر عشري قدي الواحد والصحيح هوا. بعد كده علامة. هنا مكتوب فوق كام على العشرة اللي خمسة. يبقى الزق الخمسة هنا جنبها. يبقى واحد وخمسة من عشرة. نروح من رسالة اللي بعده. هنا بقى عايزها برضي في صورة كسور تانية بس تركز معايا. هنا الشكل ده كام? قلت الله لما يكون كل ملون اللي واحد يبقى ده واحد. ده كل ملون يبقى ده واحد. طب ده كان بقى اللي هده اعد اعد كام? اقول له والله انا عندي في المقام ميه. طب كام ده قلت الصف ده قلت او العمود ده واحد. واحد يبقى او يبقى عشرة يبقى عشرة. وده كمان عشرة يبقى عشرين. وده كمان عشرة تلاتين. اربعين خمسين. ودول اتنين قال يبقوا اتنين وخمسين. يبقوا كام اتنين خمسين.セمان دلوقتي عندي ده. نحن نأتي بفصليةfully في صورة كسر عشري. خلاص او في صورة كسر اعتياج الاول. اول حاجه يا سيدي انا عندي ده قلت كان何يهنا واحد وهنا واحد ي behinde خلاص يبقى ده واحد واحد المفروض يبقه اثنين يبقى قد اثنين عنددي هنا مين قال الاثنين وخمسين على مية قلت بضاها جانبه يبقى ده اثنين وخمسين على مية. تمام تمام بس محدش يكتبلل الاثنين جنب ليه? لا ده بتحد لوحدها هنا. في الجنب كده. تمام? تمام. يبقى عندي دلوقتي اتنين واثنين وخمسين على مية. نزبوطها شوية في الكلام. نكتبها عدل. يبقى دي اتنين. وباكتب كسر. وباكتب هنا كام اتنين وخمسين على مية. تمام كده? قال لي تمام. عاز اكتبها بقى الصوت كسر عشري. اقول له والله ده بيساوي. انا قال دي هنا اتنين. اه يبقى اكتب الاتنين هي زي ما هي. هنا لا فيش حاجة. احط علام. هنا اتنين وخمسين على مية. اكتب الاتنين وخمسين جنباه. يبقى انا كده كان تبطي له اتنين واتنين وخمسين من ايه. من ما. طب اللي بعدها يعني انا قلت لما يكون كل مزلل بي يبقى هاليا بواحد. طب دي كلها هاليا بواحد ودى كمان قال يبقى واحد. يبقى كده اتنين. ودك كله على بعضه على واحد كمان يبقى كده تلات. طب ده بقى الاعد هو المفروض في المقام كان بالعشرة. عشان لو عادقتم كل مهم هتلاهوا عشرة. طب كان جزء تلاتة وهنا ستة على عشرة يبقى عبارة عن تلاتة وستة على عشرة. طب لو حبيت اكتبها في صورة كسر عشري اقول له والله اديت تلاتة لعد كده علامة. هنا ما اكتب فوق كان قال لستة. ايه بكتب تحت هنا سيدي? نروح من المسائل اللي بعده. هنا بيقول لك اكتب كل من الكسور الاتيادية التالية في صورة كسر عشري ماشر. تلاتة على عشرة اقول له والله اقابل هنا علامة. بعد كده خانة شمال وخانة يمين. وقلت بابدل كده الكتابة من اليمين. هنا ثلاثة لبقت بنا على اليمين ثلاثة. بعد كده هنا زين وبقى تلاتة من عشرة. طب هنا ستة على عشرة خلاص اتحافظ الغابة بقى تهتبى مين? بقى ستة من عشرة. طب هنا تمنتاشر على مية اقول تبعهملي العلامة هنا او علامة عشرية. هنا خانتين على اليمين وخانة الشمال. هنا مكتوب shame قال لتمنتاشر لبقى بيطت تمنتاشر على مين. طب هنا ما فيش حاجة احط زين. ثلاثة على مية ثلاثة على مية بعملها ازاي قال له رقم اشمال و خمتين يمية هناك مكتوب ثلاثة den3 بكتبه تبدأ الكتاب من 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 يبقى الثلاثة بعد كده فقد طاب فيها عندي حمز فاضيه او خنات فاضيه قال له base ثلاثة den5 مية قال له ايه ببصع السدر الرقم على الحسب منطقه هكتبه لقى هنا بقول له 1 من 10 لقى كأنه بقول له 1 على 10 يبقى دل 1 على 10 بس هنا بقول له مين انا ليه بأمطقة واحد من عشرة عشان هنا رقم واحد خانة واحدة يبقى له من عشرة لو خانتين اقول له من مية هنا نفس النظام كدخانة واحدة اقول له من عشرة خانتين اقول له من مية هنا هنا اربعة من عشرة تبقى ايه اللي والله يبقى اربعة على عشرة هنا خمسة وعشرين شوف انا عندي خانتين يبقى له خمسة وعشرين من مية يبقى كاين بقول له خمسة وعشرين على مية هنا خمسة من مية عشان ده خنتين يبقى الأدواء برعا مين يبقى خمسة على مين خمسة على مين خمسة على مين نروح للمثال اللي بعده كده وصلنا للواجد الواجد بتاعنا ان شاء الله هو حل تدريبات كتاب سلاحة تلميز ان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل عندك طبعا فيه كتاب الأدواء ده كمان موجود وكتاب لعزيز وجميل ان شاء الله عندك أي ملخص تاني موجود سندبات أي إن كان الملخص اللي معك ده بقول لي عليك أن انت تتضرب بس شوفكم على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاي مع السلامة